شو صعب على فكرة والداخلية تاريخها معنا بيقول انها وكل الفرق يعني مش عقف مع الداخلية بس يعني كل الفرق بتيجوا قدام الأهلي وبتقدم أحسن حاجة عندها يعني كان بتنفس عقمك بتنفس عقا كل بيجوا قدام الأهلي ويتعاملك يعني بمعنى أصح فأيام مباراة صعبة جدا لكن في غيابات عندك بكرة يعني سكواد الأهلي اللي ظهر مدات الموسم لغاية النهاردة ممكن تتوقع انه يتغير فيه من 40% ل 50% من قوامه إجباري عندك عبد المنعم بسبب طبعا الجراحة النجحة اللي عملها ان شاء الله خمس ايام ويرجع بالسلامة لتدريبات منفردة وبعد كده يرجع بحوالي أسبوعين يحاول يدخل ان شاء الله مع التدريبات الجامعية عندك طهر إيقاف عندك طبعا حسين الشحات السلية حسين الشحات وعلي معلول عندهم نازل برد هتمنعهم من المشاركة طبعا دي تمرينة النهاردة كانت تمرينة الأخيرة طبعا استعدادا لمطش بكرة فمتوقع بكرة يبقى فيه تغيرات كتير الشحات علي معلول سلية عبد المنعم طاهر دول غيابات إجبارية من مباراة بكرة وكلهم ما شاركوش فيه تمرينة النهاردة فخلينا هنتكلم طبعا على مطش الداخلية وهنتكلم على مواجهات الملعب بكرة إن شاء الله رايت سيناريو المباراة ونحاول نقربكم بشوية طبعا بيقود الداخلية مدرب أنا بشوفه من الشباب أو يعني مدربين الشباب الوعدين يعني اسم ظهر على الصحة من خلال موسمين ثلاثة شفته وبيتقلق الحقيقة وبيقدم عروض قوية جدا مع الجونة فطبعا نكلم على ردش حيطة هو اللي بيقود هو الموديل الفني الحالي لفرقة الداخلية طيب من أخبارنا النهاردة برونو سافيا هو تمام برازيلي سامبا بيتمرن عادي مفيش أي مشاكل فلسيتاو أعتقد أنه هياخد جزء من المباراة بكرة لو مكانش هيبدأ أساسي ممكن ياخد جزء كبير من المباراة